الواقع أن هذا الملف يتم تعقيد به في كل جولة والسبب دائما هي الميليشيا الحوثية في مفاوضاتها فهي دائما حاولت أن تجزء الملف الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قصريا للتلاعب بهذا الملف وتوظيفه أحيانا الأغراض عسكرية أحيانا الأغراض تفوضية أحيانا الأغراض نفعية ومادية وبالتالي فإنما نشهده اليوم هو تكرار لمراحل ودورات سابقة خبر المجتمع الدولي والوسطى والأطراف سلوك الحوثيين في كل جولة ما يختلف هذه المرة هو أن إغلاق ملف الأسرى يعد شرطا أساسيا أو عتبة أساسية من أجل الانتقال إلى تطبيق خرطة الطريق لتثبيت السلام في اليمن والتي لا يمكن الدخول إليها الولوج إليها إلا بأغلاق ملف الأسرى طبعا من خلال المعلومات المسربة من خلال المتابعة لما حدث في هذه المفاوضة فإن الحوثيون أولا نتسم من سلوكهم أنهم لا يهتمون بالأسرى أصلا لا يهتمون بالجانب الإنساني إلا بقدر اختياراتهم ومنتقاتهم الفئوية والعنصرية من خلال هذا الملف ثانيا أنهم لا يريدوا وليسوا صادقين في إنهاء هذه المعاناة الإنسانية إلا بقدر ما يكسبون ورائها سياسيا أو أسكرية هناك تلاعب بالأسماء تشكو اللجنة المشتركة أن هناك تلاعب حوثي بالأسماء وانتقاء وغياب الرغبة في الاعتماد أو الاستناد على قاعدة الكل مقابل الكل وهو النص المتفق عليه منذ اتفاق ستوكول حتى الآن أيضا هناك من المفارقات الغريبة التي يمكن أن تلفت نظرنا هو أنه في هذا الظرف في ظل أحداث غزة يعتقد تعتقد المليشيا الحوثية أنها في وضع يؤهلها أو يمكنها من التنصل من التزاماتها السابقة هم يشعرون وهما بأنهم في وضع أفضل من ذي قبل ويتناسون بأن الشعب العربي والشعب اليمني والمجتمع الدولي يراقب سلوكهم إزاء الأسرى وهو السلوك الذي لا يختلف عن سلوك إسرائيل إزاء الأسرى الفلسطيني بمعنى وضع المزيد من العراقين أتذكر أيضا رئيس لجنة المفاوضات في آخر مفاوضات تحدث لقناة اليمن اليوم بأنهم على استعداد لإطلاق الجميع الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط ولم تتلقى هذه الدعوة أي استجابة والسؤال الذي يطرح نفسه بأي وجه تظهر المليشيا الحوثية على الشعب اليمني بتصريحات لتبرر أنها ليست هي المقرقلة هي أولا تريد دائما يريدون أن يهموا المجتمع الدولي بأنهم ملتزمون أو بأن لديهم رغبة باتجاه السلام وهذا كلام غير صحيح إنما يتخذ للتقيا فقط لأن ممارساتهم تنفي دائما مثل هذه الشعارات التي ترفع في هذه المرحلة هم يعلمون هذه المرحلة تختلف يعلمون أن ملف الأسرة هو العتبة الأولى فهم لكي يهربوا من خارطة الطريق التي تبنىها الأمم المتحدة بمراحل هذه السلام نهائيا ويهربون من السلام يبدأون بعرقلة الخطوة الأولى وهو مقياس للدخول إلى أي ملف الأسرة؟ نعم هم يعلمون أن هذا الملف إذا لم ينتهي وإذا لم يغلق لأن هناك نص يقول إغلاق ملف الأسرة والإغلاق يعني قاعدة كل مقابل الكل وأقفال الملف نهائيا للانتقال إلى الخطوات